القرنين الماضيين يعني ظهر فيها من البدع وظهر منها من الفساد في الدين وخارج الدين ظهر فيه كل شر مما من شأنه أن يبيد هذا الدين وأن ينسي المسلمين كل ما كانوا عليه ومن الأسف شديد أن المسلمين لا يعرفون تاريخهم يعني يعتقدون أن تاريخهم عظيم وهو أعظم من عظيم لكنهم لا يعرفون هذا التاريخ يعني مثلا يسمعونه ولا يعرفونه ولا يدرسونه أيضا يعني مثلا من أهم الأمور في أوروبا في العصور الوسطى وجود المسلمين في سويسرة 150 سنة تحت خلافة قرطبة من يعرفوا ذلك؟ يعني كتب في ذلك ألب أرسلان كتب في ذلك غير واحد من مؤرخي الأندلسيين 150 سنة في سويسرة 150 سنة شيء مهم جدا فمن يعرفوا ذلك؟ ويعني فهذا نموذج فقط يعني الملك الكبير من المندنكيين والبنبرة في مملكة مالي اسمه منسا كان كان أبو بكر الثاني هو أخ منسا كان كان موسى الذي عندما حج سبب تداخما في الأموال في مصر ليمكن 15 سنة بكثرة الذهب الذي حمله لكن مكتوب في التاريخ أن أخاه جهز 2400 قاربا أو سفينة ودخل في البحر الأطلسي إلى جهة أمريكا يعني بجنود وذهب بنفسه وعندنا يعني من الدلائل التاريخية الثابتة التي تثبت أنهم وصلوا في أمريكا هذا قبل كولمبس يعني بحوالي قرنين يعني نحن يجب علينا أن ندرس تاريخنا وأن نعرف تاريخنا وأن نأخذ العبر من تاريخنا حتى يعني نعيش حاضراً محترماً